اشتركوا في القناة اهم بتخريبها اكثر في حال روادك الفضول اليك خمسة اشياء لا تعرف كيف هي من الداخل في المرتبة الخامسة المسدس حتى لو كنت من اولئك الذين يحبون تحطيم وفتح الاشياء ليعرفوا ماهيتها قد لا يحالفك الحظ لفتح المسدس لكن في الحقيقة وعلى عكس ما هو متوقع لن تجد الكثير داخله سوى تجويفات السبطانة وحجيرة الاطلاق ونابضا للزناد جهاز بتركيبة بسيطة لكن خطورته عالية في المرتبة الرابعة كرة البيسبول المبدأ الرئيس في لعبة البيسبول هو ضرب الكرة الى ابعد مسافة ممكنة لذا يمكنك ان تتخيل ان هذه الكرة التي تستقبل ضربات قوية لتنطلق لمسافات بسرعة قد تصل الى اكثر من 120 كم في الساعة يجب ان تصنع من مواد متينة فاذا فتحنا كرة بيسبول اصلية سنجدها مؤلفة من كرة مطات صغيرة ملفوفة بكرة مطات اكبر منها مسمات بالنواة ثم ملفوف حولها خيوط من الصوف لتصبح الكرة اكثر مرونة ومن ثم الجزء الخارجي المرئي للعيان مؤلف من جلود وخيوط في المرتبة الثالثة قفل الابواب قد يكون من الاشياء التي لم تسترع فضولك لكنها مركبة بشكل دقيق فالاقفال تتكون من مجموعة من الاوتاد تصطف بشكل منتظم بترتيب يناسب المفتاح بحيث كل وتد يقابل اخدودا من اخاديد المفتاح ليضمن فتح القفل من الجدير بالذكر ان هذا الاختراع ولد في القرن التاسع عشر بالهام من قفل مصري فرعوني اخترع قبل اكثر من اربعة الاف سنة في المرتبة الثانية خلية النحل يسارع اغلب الاشخاص بالهروب من خلية النحل اذا وجدوا بقربها لكن هناك من يخاطر ويسعى لفتحها ومعرفة ما بداخلها ليجد انها مؤلفة من الاف الحجيرات السداسية التي تجعل من هذه الخلية مشابهة لمجتمع صغير مؤلف من غرف تضع بها النحلات بيضها وتربي صغارها حتى نضوجها واعتمادها على النفس لتساهم بزيادة حجم الخلية اكثر واكثر في المرتبة الاولى عش النمل تشتهر النملة بالصبر والانتظام في العمل والمثابرة لتحقيق اهدافها هذا ما نلاحظه في حياتها خارج عشها لكن هل تسألت يوما عما يحدث داخل الارض؟ في يومنا هذا من السهل معرفة حقيقة حياة النمل بفضل تقنية صب سكائب الالومنيوم حيث تسكب كمية من الالومنيوم المثاب داخل عش النمل ليتغلغ لداخل الحجيرات مشكلا مجسما متكاملا رائعا يصور كيف قام النمل بهندسة منزله بدقة وحرفية جدير بالذكر ان هذه التقنية يجب ان تمارس في العش الفارغ من النمل لكي لا نضره إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم